أطرفه عن المتهم هيتم عوض ابن عكا المتهم حسب لأحد الاتهام باللنش في عكا من تاريخ 12-5-2021 قبل أكثر من سامة ونسبة طم اعتقاله في شهر 8 مش مع الاعتقالات الأولى طبعاً احنا عدة ادعاءات من ناحيتنا كدفاع عن المتهم وبما ذلك هناك ادعاء أن هناك مشتبهين آخرين كان ضدهم اتباتات كثيرة ولم يقدم ضدهم دائعة اتهام جاءوا محققين اثنين وأحد المحققين اللي هو في علاقة مع ادعاء الدفاع تبعنا أن هناك مشتبهين آخرين غير المتهمين المتهمين في هذه القاعة أن هناك اتباتات ضدهم أن هم الذين اشتركوا في اللنش وليس المتهمين هنا بالنسبة للمحققين طبعاً احنا استجوابناهم هنا لأنه في ترجمة من اللغة العربية للعبرية في أسئلة باللغة العربية في أسئلة اللي ما بيفهموها في ممكن المتهمين هنا في المتهم حسب ما أعرف المتهم الثاني لا يعرف اللغة العبرية فسألناهم طبعاً استجوابناهم على اللغة العربية الأسئلة باللغة العربية كيف ترجموا لللغة العبرية كان هناك أيضاً خربشات في الاستجواب المحقق نفسه كان يكتب في اللغة العربية ويشحبر باللغة العامية هناك اعتقال آخر غير المهتهمين هنا والمهتهمين الذين حوكموا أو المحاكمتهم ما زالت هناك متهم آخر حسب ما سمعنا اليوم أنه سوف تقدم لأ اتهام بعد يومين ضد متهم آخر